عم بتقوم بدورة الوطنية أنا ببرنامج الانتخابي شفته حادتك طلعتها له حتيت ثلاث فصول في الشق الوطنية والشق النقابي والشق المهني عظيم بالشق الوطنية حتيته أول شي والشق النقابي وبعدين المهني مش معناتها أنه بدنا نعمل أولوية للشق على التاني لأنه ما منعود نخلص وما بيجي دور التاني تلاتتهم عم نمشي فيهم بالتوازن وفينا إشرح لك تلاتة على حدة ولكن إذا بدي بلش بالوطنية الوطنية أنا اليوم عندي ملفان حمين بين إيدي وردتهم يعني موجودين مش أنا اخترعتهم فادي مصري إجا وقرر بدي أهتم فيهم أنا تالت نائب بيهتم فيهم على التوالي ملف المرفق وانفجار المرفق وعدم المسائلة يلي بتهمني أكتر من موضوع بس المحاسبة من موضوع من أدخل ومن خزن ومن سمح ومن استعمل ومن فجر أكيد هاي كلها بتهمنا وفي ضحايا دمروا مدينتنا ودمروا أحياء وقتلوا أولادنا خيرت شبابنا يعني شغلة ما فينا نتغضى عنا هايدي ويجب وبترفقنا بكل يوم الموضوع المودعين عم نهتم فيه ولح يكون عنا مؤتمر صحفي لإطلاق استراتيجية جديدة لمواجهة وهيدي أول مرة بقولها لأنه مبارع عائشية بالتينيها لإطلاق استراتيجية جديدة لإسترجاع أموال المودعين نقطة الثالثة اللي عم نشتغل عليها ويلي هي نقطة شائكة ومنها بإيدنا بس لازم نحن نضلنا رفعين الصوت كرماله ويلي يمكن مني راضي كتير لهلأ لازم واحد يعمل أوتو كريتيك لحاله مش كله يقول أنه هذا هو موضوع رئاسة الجمهورية لأنه اليوم صحيح أطلقنا موقف وصحيح قلت أنه نحن وطلبت من مجلس النقابي يحضر ورقة عمل وندرسها بخلوة خاصة لموضوع رئاسة الجمهورية وأعلنت عن هالشي وصحيح أنه نقيب سابق معتصم بالمجلس النيابي وضمنا معه نحن نوجه له تحية وقالنا أنه يجب أن النواب يكونوا يحزوا حزوا وينزلوا وما يخرجوا من المجلس إلا عند انتخاب الرئيس خاصة يلي عم بيقاطعوا لأنه هالمقاطعة هي قاتلة للبنان لأنه عم بتسبب الفراغ والفراغ يسبب الشلل والشلل على كل المستويات يقتل الجسم اللبناني على مستوى سلطة تنفيذية سلطة تشريعية الإدارات العامة والقضاء لمن كلمة الفصل في نقابة المحامين هل هي للمجلس أم لنقيب المحامين القانون واضح فيه سلاحيات خاصة بمجلس النقابي اللي برأسه أنا برأسه النقيب وفيه سلاحيات خاصة بالنقيب بميرسة لحاله أنا سألت هذا السؤال تعرف أنا يعني عم هيك عم بتطلع شواء إلى الأمام هل رح يكون في موقف واضح لنقابة المحامين حتى لو كان في محاولة عرقرة من الداخل بالمواضيع الوطنية اللي عم نحكي فينا وهو الناس تطلع على نقيب المحامين ولحأخذ المواقف اللازمة لما لازم ومتل ما قلتلك بيدرايه وبحكمه وبتبصر هاي ما له علاقة بموضوع المجلس لهو كمان يعني عندي مطلق الثقة بفردا فردا بنظرتهم للأمور وبخبرتهم وبوطنيتهم ولكن في أمور نقيب المحامين يجب أنه يمشي فيها ويقولها أقل له من باب الموقف لأن الموقف يصدق النقابة يمثلها النقيب وهي كمان بالأني موجودة بالنظام